السلام عليكم اخ جمال حماد الفيلم ده انا بعمل لك دلوقتي مخصوص عشان ارد على اسئلتك بالنسبة للاكساس كرآن دي هتبقى اسرع طريقة لها في الرد لاني ممكن لو كتبت هتاخد وقت اطول ممكن لاغبطك وما اقدرش اعبر عن ازاي او اجاوب ازاي على السؤال بتاعك رغم ان انا مستعجل جدا جدا فانا هحاول اخلص الفيلم ده بسرعة فانته انا بتقول لي لقد قمت بتشغيل البرنامج بنجاح الحمدلله عليك ده واضح ان انت عندك معلومات كافية ان انت تساعد نفسك بالنسبة للاكساس يعني وبنسبة للكمبيوتر ولكن لديها سؤال لماذا عندما ابحث عن كلمة مثلا حدود اجد عدد الايات التي تحمل الكلمة وهي هنا تسعة ولكن في الحقيقة الكلمة لا اجد عدد تكرارها وهي اكثر من تسعة نتيجة ورودها في اية واحدة اكثر من كلمة وبجانب لا يوجد تزليل على الكلمة محل البحث في الايات حتى يسهل متابعتها عشان اجاوب عليك حبدة اكساس كرآن واتمنى ان انت لو عملت اه دانلود لفرجن سبين ان انت تعمل اوبجريد لفرجن سبين بوينتو على موقعي لو سمحت بص وحتعرف ايه بالزبط اللي تعملو لو ما عرفتش بعت لي ايميل وانا عبقلك بالزبط اللي تعملو هندخل على قرآن هنلغي التشكيل عشان البحث ومعايز تبحث بالتشكيل يبقى لازم تكتب الكلمة بالتشكيل لكن ممكن اكساس كرآن الوحيدة في العالم اللي بتبحث بالتشكيل على فكرة اه لو انا حلغي التشكيل بالزرار ده وحكتب كلمة حدود بالكيبورد دلوقتي عندي الزرار ده هنا اللي هو جنبه على طول الكيبورد بقول بحس مطابق لو انا دوست عليه ده اون اوف حينزل لتحت يعني حبحس بحس مطابق لو انا سبته من غير ما دوس عليه يبقى انا كده هعمل بحس غير مطابق يعني كلمة حدود هتبقى موجودة في اي حاجة هدوس على الزرار ده دلوقتي اظهار نتيجة البحث هيجيب لي زي ما انت قلت تسع آيات واول كلمة هايلايتد عايز تنط بقى للكلمات اللي بعدك كده هتقوم مستخدم الزرار ده بص اللي هو هنا ده بقول اذهب للكلمات للكلمة في الآيات التالية لما هتدوس ده هتقوم نطة للآية اللي بعدها وعملها لك حدود طبعا مش هتنط من آية لآية لو كلمة حدود متكررة زي هنا بس ده ده موضوع انا لسه بفكر بعمله حل انا حلته كان في جزء اخر في البرنامج بس انا بفكر عمله حل تاني دلوقتي المهم فلكن الكلمة هتبقى هايلايتد ليك بالنسبة طبعا هلغيك الحدود نرجع تاني الكلمة هتبقى هايلايتد بالزرار ده نطة تاني هتليها جابتها لك اول مرة اول مرة حدوسها في الآية طبعا انت مش هتبص الكلمة في الآية انت لازم تقرأ الآية كلها ولا حتى جزء من الآية لو انت عايز جزء من الآية لازم تقرأ الآية كلها ويمكن محتاج تقرأ الآيات اللي قابليها واللي بعديها كمان فطبعا وانت بتبحس هلا ما عندكش الآيات اللي قابليها واللي بعديها لو عايز تبص عليها كمان هتدوس الزرار ده الزرار ده هيجيب لك الآية دي اللي هي في صورة البقرة رقم متين وتلاتين ويجب لك كل الايات اللي قابليها واللي بعديها لو انت عايز تبص يعني على حاجة لها علاقة بكلمة حدود اللي انت كنت بتدور فيها دي. تقفل تاني وبردو بعد كده تنطع اي دي هتعمل لك هايلايت لأول مرة حدوث الكلمة. طبعا لاحظت هنا في الاية دي بتاعت النساء. لما دست هنا دور لي ناكست راح تجابت لي حدودها وتلاحظ جزء من الكلمة. لان الهاء. انت عملت بحس غير مطابق. لعلى دلوقتي عملت بحس مطابق ودست الزرار ده. هيقوم جايب لي سبع ايات بس واول كلمة حدود. لان حدودها والايات اللي كانت فيها كلمة حدودها ومثلا مش هتليها متقررة. وحينط طبعا ما يجيب لي كلك الكلمة زي ما انت شايف. بالزبط. عايز اروح لأول هنا وعد تاني برضو هتعد كلمة كلمة دي عشان حاجة ان انا اعمل هاي اللي قايت لجزء من الاية. صعب جدا في لان بتتعامل مع كل انت بتدور انا بدور على جزء من صعب قاوي في وان انا قدرت اعمل كده ده انجاز كبير. لكن انا عندي افكار تانية ان انا هخليها تنط من حدود لحدود التانية اللي بعدها على طول. يعني انت لو انت هنا دلوقتي ونطيت لدي جابت لك حدود لما تدوس على الزرار ده يعني المفروض تنط لحدود التانية اللي موجودة في نفس الاية وتوم عاملها لك هاي لايت للك كلمة دي. دي انا اعملها قريب ان شاء الله في الجديدة اللي انا شغال عليها حاليا. سؤالك بقى التاني انت عايز تعرف عدد مرات حدود ادي ايه? مفيش مشاكل. طبعا دي مش هتقولك ان عدد مرات الكلمة ادي ايه? لكن هتقولك عدد الايات اللي جاءت فيها الكلمة ادي. في هنا عندنا سبعة طبعا زي ما انت شايف لان بحث مطابك. لو لغيت البحث الغير مطابك هيبقى عندي تسعة. لان الان كلمة حدود غير مطابكة اتكررت في تسعة. متى يالف اكسس كرآن تقدر تعرف الكلمة تكرارها بالزبط كم مرة. تروح للقائمة الرئيسية. تلاحز هنا في حاجة بتقول كرآن تدوس عليها. هتجب لك انا دلوقتي هنا في النط كلمات الكرآن كلها كلمة 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 كأنها قاعدة معلومات في كل قاعدة المعلومات. انت تقدر هنا تقوم كاتب كلمة حدود برضو. حدود. ونشوف جات كم مرة هنا. ونشوف ده يمكن تجابها تدوس هنا. جابتها لنا هي اتناشر مرة. يبقى انا كده عرفت كلمة حدود ظهرت اتناشر مرة. تمام? لو عايز تشوف بقى الاية بتاعتها تدوس دي. هتقوم جايبها لك الاية هي بالعربي كل اربع ترجمات بتاعها بالانجليزي وتعمل لك الاية فيها. طبعا ممكن تلاقي الكلمة تكررت في الاية مرتين. اهي هتلاقي اهي الكلمة الاية رقم اتنين متين تسعة وعشر اية رقم اتنين متين تسعة وعشر اي عشان كده تعدد. فانا كده اقدر اعرف عدد الكلمات ايه. طبعا احنا كده لو انا عايز اعرف بقى حدوده. طبعا لازم اكتب حدوده. وازود الهيه. واعمل بحس. حدوده جات مرة. يبقى حدود جات نشر مرة. وحدوده جات مرة. يعني الكلمة اعتقد هما دول ما عرفش بقى الحدود. ما عرفش ما اعتقدش انها جات بالالف واللم. بس انت ممكن تجربوا تدور. وزي ما انا قلت لك اكسيس كرآن برنامج عميق جدا 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 جدا. هياخدك ممكن شهرين عبل ما تتعاود عليه. بس اول ما تتعاود عليه. اراهنك ان انت عمرك ما هتستخدم برنامج في بحس الكرآن غيره. وعلى النود دي اسيبك على خير ولو عندك اي اسئلة يعني بسعيد جدا ان انت تبعت هالي تاني.